اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرورا بالتتويج الاوحد في تاريخه واخرها لقاءات استعراضية عالمية نقلت صورة جميلة على الانصار للعالم باسله وان كان في السادس والعشرين تسعمائة والف الامر لا يختلف كثيرا مادامت ابرز محطات الفريق تزامنة هذا التاريخ مادامت اسماء شهدائه ومن كافح من اجل ان يستمر وحتى لا يندثر وازالت في الذاكرة محفوظة على الالسن متدولة لكن هذا الشباب اكثر عراقة بسنافله الذين ارتحلوا معه في اوقات الشدة وبقوا اوفياء له في الازمات التي بلغت دروتها عام الف وتسعمائة وتمانية وتسعين الذي شاهد نزول النادي للقسم الثاني انذاك مثلما كان شاهدا على دخول رئيسه التاريخي محمد بولحبيب للسجن ولانه جاء عاما واحدا فقط عقب التتويج التاريخي بالبطولة دخل الاخضر والاسود في دوامة من المشاكل لكن المدهش الذي جعل الافواه باهتة تزايد عدد عشاق النادي فتأكد الجميع ان حب هذا الفريق يسكن في قلب قلوب انصاره الذين اعتبروا الشمعة التي اضاءت ظلمة الفريق وبين تضارب الاراء واقتلاف وجهات النظر اكيد ان الواقع اهم مهما علت اهمية الماضي ومثل ما قيل احب الجديد ولا تفرط في القديم لاستلهم من ماضيك وغذي به حاضرا من اجل مستقبل مليء بالالقاب والنجاحات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة